معلومة إذا عرفتها فتأكد أنه رح يندم عليك ندم العمر ويرجع لك بعرف أنه قلبك عم يوجعك بعرف أنك متدايق بعرف أنك مقهور بعرف أنك تعرضت للخزلان تعرضت للرفض تعرضت لكتير أمور صعبة ولكن اليوم رح أقدم مجموعة من المعلومات هني مش معلومة وحدة هني ثلاث معلومات بالحقيقة إذا عرفتهم واشتغلت بموجبهم مش بس إذا عرفتهم فتأكد أنه أي شخص فرط فيك أو عاملك بأي طريقة أنت أقل من طيمتك يعني بطريقة أنت ما بتستحقها فبالتالي رح يندم عليك ندم العمر أول معلومة هي لما يتأكد أنه خسرك طيب كيف بده يتأكد أنه خسرك وكيف تخليه يتأكد مية بالمية أنه خسرك طبعاً بكل بساطة أنك تتوقف عن بازل المجهود وكيف يعني تتوقف عن بازل المجهود يعني تتوقف عن إعطاء أي طاقة بالمقابل أو أي موجة وحكينا عن الموجات سابقاً أو لهن عبارة من ناحية عن بازل المجهود يعني نحنا دايماً منبادر دايماً لنبزل المجهود لها العلاقة بظلة مستمرة ومنلاحظ بمجرد ما وقفنا بازل المجهود فالعلاقة بتنتهي وهي دا علامة خطيرة بالحقيقة إنه نحنا نكونش للأشخاص أو الطرف اللي دايماً عم يبزل المجهود ولما نتوقف عن بازل المجهود عم تنتهي العلاقة هيدا الشيء كتير خطير وعلامة كتير خطيرة فالشخص اللي ضمنك واللي تركك هو بالحقيقة لأنه يعني أي شخص تصرف معك برفض أو بطريقة مش منيحة أو تركك هيدا شخص ضمنك وهيدا شخص مستخف فيك فكيف بدك ترجع الكرة لملعبك مثل ما قلنا إنه يتأكد بمعنى إنه خسرك وكيف بيتأكد إنه خسرك لما تتوقف عن بازل المجهود والعطاء والمبادرات والملاحقة وطاقة الحب وطاقة الاهتمام وطاقة الانتظار لأنك يعني كل هيدا الأمور هي عبارة عن بازل المجهود لأنه بازل المجهود كلمة كتير كبيرة لا تكمن فقط بالمبادرة بالاتصال إلى عدة معاني وذكرتها بالنقاط السابقة فلما أنت تتوقف إنك تعمل كل هالأمور لذكرتها فصدقني هيدا الشخص رح يشعر إنه خسرك أنت توقفت عن بازل المجهود عم تعطيه نفس الطاقة لهو عم يعطيك إياها عن نفس الموجة هو عم بيعاملك ببرود هو بيحسسك إنك تقيل على أو إنك يعني مش مرحب فيك أو كأنك عم تشحد منه الوقت أو اللقاء أو الاتصال أنت مجرد ما شعرت بهذه الأمور معناها الشخص كن أكيد إنه هو توقف عن بازل المجهود ثاني معلومة هي لما يتأكد مية بالمية إنه صار عندك شخص تاني بحياتك وهالنقطة مهمة يعني يلا مش ضروري بالفعل يصير عندك شخص تاني ولا أنا عم بطلب منك يلا روح اسعى وإبذل كل جهدك لا تجيب شخص تاني حياتك لا هيدا الشي مش لازم تعمله أبدا أوكي نفتح بوابنا ولكن ما منسعى بشكل كأنه نحن يعني محروقين لنصير بعلاقة تاني فقط من أجل التعويض أو لنستعمل الشخص التاني كجسر عبور هيدا الشي مش مطلوب المطلوب فقط نضل عاديين وثئتنا بنفسنا كبيرة وهيدي هي النقطة الأساسية اللي بدي أشرحها اليوم لما أنت تتعرض للرفض أو الإهمال أو إنه أي شخص يهجرك ويتركك فورا منحس سيقتنا بنفسنا ضعفة يعني أنا شو فيه أنا لا تركني يعني هل بيشكي من شي هل شخصيتي بتشكي من شي هل شكل بيشكي من شي يعني دغري بتصير أنت تمارس لعبة جلد الزات على نفسك وهيدا الشي بيقلل من ثقتك بنفسك وهيدا أكبر غلطة بتمنعك لفترة زمنية كتير طويلة من إنك تقدر تفتح بابك لعلاقة سليمة صحية جديدة بينما لما أنت تعرف إنه الشخص الآخر اللي تركك مش لعيب موجود فيك لأنه هلأ بدي أشرح شغلة بها المعلومة بدي منك تعرف كتير منيح إنه لما تتعامل مع الناس بديك تعرف إنه مش كل الناس أسوياء نفسيا في ناس مرادة في ناس عندهم اضطرابات نفسية مثل هيدا الشخص لعرسه مثلا بعد أسبوعه وبيختفي يعني في أمراض نفسية مثل الشخصية الحدية وغيرة من الاضطرابات إنه هو هالشخص غير سوي ممكن عنده فيلوفابيا عنده بوردر لاين واللي هي الشخصية الحدية إنه بيفصمه قبل عرسه أو قبل عرسه مثلا بأسبوع بتلاقيها اختفت وكأنه ما بتعرف الشخص يعني هاي حالات مرضية لا تعني إنه أنت بتشكي من شيء أو عندك عاها بشكلك أو بشخصيتك وغيرة من الأمور فلما تعرف هالمعلومة كتير منيح هون تلقائيا ثقتك بنفسك رح تظل عالية وطالما ثقتك بنفسك عالية هون أوتوماتيكيا رح تجذب الناس لإلك جميع أنواع الناس مش ضروري الجنس الآخر صدقات حياة عملية وطالما أنت عم تجذب الناس صدقني مع الوقت أنت رح تلاقي شخص مناسب وبالفعل رح يصير عندك شخص تاني بحياتك وهو لما يلاحظ هيد الثقة هو أكيد عم برقبك أو عم بشوف حركاتك بطريقة أو بأخرى لما يلاحظ ثقتك بنفسك عالية بعده فهو أيضا رح يشك متل ما شك بالنقطة الأولى إنه خسرك هون رح يشك إنه عندك شخص تاني بحياتك المعلومة الثالثة هي لما يتأكد مية بالمية إنك عايش حياتك بكل سعادة وبكل نجاح وهون عم ركز على الناحية العملية والعلمية وعالشغف وعالتحقيق الشغف بإنك تكون شخص بالفعل ناجح بالمجتمع لأنت موجود فيه أو بالعمل أو أي نوع من أنواع النجاح يعني النجاح والسعادة هون لهم عدة أنواع كل شخص هو بحياته عنده عمله الخاص عنده شغفه الخاص عنده نجاح وبالتالي هو أيضا رح يشوف هيدا الشي مش إنه مثل ما بيوصلني أوقات آه لما تركني أو لما تركتني رح تقعدت بالبات وبطلت شغل أو تركت وظيفتي أو دمرت ماديا أو صرت دخن كتير أو كحول أو غيرها هالأمور كلها أبدا ما بترجعه ولا بتندمه أبدا فلإنك تحافظ عملك بالعكس ترتقي فيه وتنجح فيه أكتر وأكتر هيدا الشيء رح يخليه يندم عليك ندم العمر ويرجع لك وأيضا مسألة الزكاء العاطفة وهي الثقة بالنفس اللي حكينا عنها بالنقطة التانية أيضا هيدا العوامل بتساعدك على استمراريتك بالنجاح وبالسعادة الحقيقية مش المزيفة يعني أنت حتى إذا كنت حزين أو عم تبكي أو مجروح يعني ما عم بمنعك إنك خد فيش خلقك ولكن بالخفاء مش قدام الشخص لجرحك لأن الشخص لجرحك لما يشوفك ولما تظهر له هيدا الشيء نصدقني مش رح يندم عليك أبدا وإن رح يضل مبسوط بمعنى أنه أنا بعدني معلم بقلبه يعني معناها أنا بعدني مهام يعني معناها هيدا الشخص بعضه مضمون يعني معناها مش رح يندم عليك لأني مخسرته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر